هذه أبرز العناوين عجل فوز القجعيو لنقرره النهائي عن الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي كاف خبر عجل عموتى يقترب من تدريب فريق كبير بعد مغادرته منتخب الأردن مقايضة وعشرة مليان يورو عرض فنر بخشة لإشبيليا للحصول على خدمة تنساي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عجل فوز القجعيو يعلن قرره النهائي عن الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي كاف كشف تعدد من التقارر الصعفي الأجنبي عن رفض رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع الترشح لرئاسة الكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم خلفا للرئيس الحالي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي وحسب مجموعة من التقارر الإعلامي لصعوف إفوارية وسينيغالية فإن القجع فضل الاكتفاء بمواصلة مسيرة إصلاح وتطوير كرة القدم المغربية ورفض خوض مغامرة رئاسة الكاف وفي سياق متصل ترى مجموعة من الاتحادات القارية في القجع عضو المكتب التنفيذ بالكاف الشخص الأنسب لهذه المهمة من أجل النهوض بكرة القدم داخل القارات الصمرة نظرا لما قدمه من نهضة كروية حقيقية بالمملكة المغربية هذا وتنتهي مهمة رئيس الكنفيدرالي الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي مباشرة بعد نهاية الجمع العام المقبل والذي لم يحدد بعد تاريخ ومكان إجرائه خبر عاجل عموتة يقترب من تدريب فريق كبير بعد مغادرته منتخب الأردن بعد الإعلان عن رحيله بشكل رسمي نسبت الماضي عن المنتخب الأردني كشف التقارير الصعفية عن قرب تعاقد فريق الجزيرة الإماراتي لكرة القدم مع المدريب المغربي الحسين عموتة وكدت التقارير ذاتها أن عموتة يعد أحد أقوى المرشحين لقيادة الفريق الإماراتي خلال الموسم المقبل وقالت التقارير يقود المدريب المغربي الحسين عموتة فريق الجزيرة في الموسم المقبل وذلك بعدما تم الإعلان عن إنهاء عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتراضي تمهيدا للإعلان الرسمي من قبل فخر أبوظبي وتبعت المصادر ذاتها أن الاتفاق جاء بين فخر أبوظبي وعموتة في ظل اعتباره أفضل المرشحين لقيادة الفريق في المرحلة الانتقالي الحالية لإعادة بناء فريق جديد وحقق عموتة نجحة بارزة أخرها قيادة المنتخب الأردني للمباراة النهائية لكأس أسيا التي أقمت في يناير الماضي لأول مرة في تاريخ النشام إلى جانب العبور إلى الدور الثالث في التصفية الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مقايدة وعشرة ملايين يورو عرض فنربخشا لإشبيليا للحصول على خدمة صارية كشف التقاري الإعلامية تركيا أن نادي فنربخشا قدم عرضا لنادي إشبيليا الأسباني للحصول على خدمة الدولية المغربي يوسف أنصيري ويتضمن مقترح مقايدة إضافة إلى مبلغ مالية وحسب صحيفة فانتيكا تركيا فإن نادي فنربخشا تفاعل مع رابة مدربه جوزي مورينيو بضم اللاعب المغربي يوسف أنصيري وقدم عرضا أولية لنادي إشبيليا بخصوص الموضوع وتضمن عرض فنربخشا لإشبيليا لحصول على خدمة صارية مقايدة بالمهاجم عرفان جانقهوجي إضافة إلى مبلغ ماليا في حدود عشرة ماليا يورو وبالإضافة إلى عرض الفريق التركي ينظر إشبيليا أيضا في مجموعة من الاختيارات لبيع عقد صارية بعدما عبرت مجموعة من الأندية على اهتمامها بخدمة الهداف المغربية منها ويستهام يونيتد الإنجليزي وأساميلان الإيطالي فضلا عن عرض من أندية سعودية والسجل أنصيري 16 هدفا في 33 مباراة بالدورة الإسباني في الموسم لكروة الأخيرة وقدمت تمررتين حاسمتين كما لعب مهاجم فريق إشبيليا الإسباني لكرة القدم 6 مباراة في دورة عبط الأوروبا سجل خلالها هدفين وقدمت تمررتين حاسمة إلياس أخماش والجباري يهددان مكانة إبراهيم صلاح في المنتخب الأولمبي يهدد التنائي إلياس أخماش وسلم الجباري مكانة لاعب رين الفرنسي إبراهيم صلاح في تشكلة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة وذلك قبل شهر من مشاركة المنتخب في أولمبياد باريس ويعد تألق أخماش مع المنتخب المغربي ونيله موافقة نديها الإسباني للمشاركة في الأولمبياد عاملين يعززان من حضوضه في التواجد ضمن قائمة الثمانية عشر لاعبا التي سيستحبها المدرب طريق سكتيوي للألعاب الأولمبية وإلى جانب إلياس أخماش يقدم سلم جباري أورق اعتماده مع الفريق الوطني مما يزيد من صعوبة مهمة صلاح في فرض حضوره ضمن التشكيلة وتشير هذه المنافسة القوية إلى أن مهمة لاعب رين لن تكون سهلة من أجل التواجد في المحفل الأولمبيا القادم خاصة في ذل وجود لاعبين أخرين من أبناء المهجر ينافسونه على مكان في التشكيلة الفتصال أدكيك يستدعي 23 لاعب لمعسكر تدريبي مغلق كشف يشم أدكيك مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن قائمة اللاعبين المشاركين في التجمع الإعداد المزمع عقده من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من يونيو 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم وسيشارك في هذا التجمع 23 لاعب استعداد للإستحقاقات المقبلة وجاءت لاحة اللاعبين على الشكل التالي سوفيان شاراوي وأنس الدحاني وعبد الكريم أنيبة وإسماعيل أمزال وإدريس الرئيس الفني وعبد الكبير بودكير من سقر أقادير عتمان بوميزو وعتمان إدريسي من لوكوس القصر الكبير بن سالم يوسف من كرونسترافل سيغن الهولندي محمد ناسيس ويوسف جواد من اتحاد شباب المحمدية سوفيان بوريط من افسي كيميل فنلندي بلالبقالي وسوفيان مسرار من لفولوازماين الفرنسي متاكي السبع من صالة مارطي الإسبانية أنس العيان حمزة ميمون من ريبيرا نفارا الإسبانية خالد بوزيد من افسي برشالون الإسبانية ياسين المفتاح من شاطنجا أريض الخياري كامل محمد من النهضة الرياضية البركانية محمد بولوح زيباري من إيطال سيرفيس بيسارو الإيطالية وتجدر الإشارة إلى أن أصود الفوصل يتواجدون في المجموعة الخامسة بنهاية كأس العالم إلى جانب منتخبات البرتغال، طاجكستان، وباناما الأخدود يفاوض نجم المنتخب المغربي دخل فريق الأخدود السعودي في مفاوضات مع الدولة المغربية رايان مايا المحترف في صفوفيستوكسيتي الإنجليزية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية وأكد الوكتونزي الصعفي بجاردة لكيب الفرنسيان الدولي المغرب رايان مايا دخل في مفاوضات مع نادي الأخدود السعودي وضف المصدر ذاته أنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية حول الصفقة التي قد تجعل لاعب صاحب الستة والعشرين عاما يلتحق بالنادي السعودي الذي كان على بعد نقطة واحدة من مغادرة دول الأضواء السعودية وكان موسم رايان مايا قد انتهى مبكرا بعد تعرضه لإصابة على مستوى أوتار الركب خلال المباراة التي انتهت بين ستوكسيتي وويست بروميتش بالتعادل بهدفين لمثلهما برسم الجولة الرابعة عشر من منافسة الشامبيونشيب يعد ما تريد السعودي شكرا شكرا